تعزيز الردع النووي لكوريا الشمالية أصبح ضرورة ملحة هكذا وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأمر والهدف هو الاستعداد لمواجهة عسكرية مرتقبة مع أعدائه في الغرب كما يصفهم حديث زعيم كوريا الشمالية جاء من قلب مصنع لإنتاج منصات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في رسالة أخرى للغرب حول قدرات بيونغ يانج التصنيعية في معرض الأسلحة المهددة للغرب حديث بيونغ يانج تطرق صراحة لجميع الإجراءات التي من شأنها توسيع وزيادة القدرة على إنتاج قاذفات الصواريخ المتنقلة وكذلك القاذفات المتنقلة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية بجميع أشكالها وأنواعها وفي رصد التحرك أفادت الجارة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من مئتي قذيفة مدفعية داعية إلى ضرورة الوقف الفوري لجميع صفقات الأسلحة التي تزود بها بيونغ يانج موسكو في حربها على كييف تصريح يدخل روسيا أكثر وأكثر في أتون الخلاف بين كوريا الشمالية والغرب والمتضمن كما تقول دول غربية صواريخ باليستية ومنصات لإطلاق تلك الصواريخ لتعزيز قدرة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وما توصم به هذه الصفقات بأنها تمثل انتهاكا صريحا وواضحا لكافة قرارات مجلس الأمن الخاصة بنوعية تلك الأسلحة البيت الأبيض من جانبه أعلن على لسان المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي وصف توريد تلك الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا بأنه تصعيد كبير ومثير للقلق وقال إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على من يستهلون صفقات الأسلحة المملكة المتحدة لم تبتعد كذلك عن خط الأزمة وبدورها أدانت استخدام الكريملين صواريخ باليستية من كوريا الشمالية في هجماتها ضد أوكرانيا مؤخرا وطلب بيان صادر عن خارجيتها بوقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا وأن تخضع بيونج يانج لنظام عقوبات صارم مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا باهظا لدعمها ما وصفه بالحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا في أوكرانيا ووسط كل هذا الشد والجذب يرى مراقبون أن التهديدات الغربية لا تثني كيم جونج آن عن استفزاز الغرب أو الإبطاء أو حتى المواربة حول تحركاته العسكرية على صعيد الأسلحة في وقت لا تبدو فيه الأمور مرشحة للحلحلة بين روسيا والناتو ما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التعقيد وينفث روحا جديدة في جسد الاختلاف القديم بين الدولة الأكثر عزلة سياسية في العالم والغرب